كما أكد الوزير شكري أنه اتفق مع نظيرتي الفرنسية على العمل لوقف دائرة العنف والتصعيد في غزة لمنع انزلاق المنطقة إلى تداعيات خطيرة وأضاف شكري أنه يجب التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية تفقنا على ضرورة موصلة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف والتصعيد والعودة لمصار التهدئة وفتح أفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من عنف وتعريض حياة الألاف المدنيين للخطر وذلك في إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي أو في مختلف الأطر ذات الصلة مثل إطار مجموعة ميونيخ وأكدت لمعالي الوزيرة على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية